من أكتوبر ابتداء من الساعة السابعة بأوبرا الجزائر يعني ماشي هذا السبت السبت القادم بالصائحة أكيد السبت القادم وبالحديث عن الموضة والشكل الأكيد أنت من أكثر الفنانات الحريصات على تقديم صورة جميلة هل هو اليوم أيضا ضرورة على الفنان لاهتمام بكل هذا التفاصيل من إطلال إلى حضور إلى جلسة التصوير إلى كليبات يعني الصورة اليوم ولد حاجة مهمة جدا يعني ما لازمش ما نقضرش أنا نقول بلي تكون فنانة أو فنانة تطلع على المنصة وما تكونش في كامل أنا قطعة اللباس الجميل وكل شيء يعني المايكوب كل شيء يعني حتى الوقفة تعالفنان على المنصة يعني شيء مهم جدا وأنا يعني من زمان كان هذا الجانب مهم يعني بزاف المصممين اللي لبسوا لي كي يكون عندي حفل وليوم أنا غير نزيدنا غير نتطور في هذا المجال ولكن مش شيء غير يعني نقول بلي شيء مهم ولكن ما لازمش يكون إلا هاتشيء يعني ربما بعض الناس اللي يعتمدوا فقط على هذا الجانب يعتمدوا خاصة على هذا الجانب وفيه الجانب الموسيقي مهم جدا يعني لازم يكون فيه تكامل ما بين المجالين حتى الصور الأخيرة اللي طرحتها كانت جميلة جدا حتى تنفيذها كان جميل جدا فيها رؤية فنية ليست مجرد صور نحييو إلياس كبال اللي عمل لي هذه الصورة يعني فنية هي صورة فنية وكانت متطابقة مع الموضوع اللي كنا رايحين نتكلموا عليه وشيء مهم أيضا أن لا فيش تكون يعني تجلب النظر ربما أنا لو كان درت إينا فيش هكذا عادية ربما كان بعض الناس اللي كانوا ما يتوقفوش عليها وما كانوش عايد ما يكونواش يكونوا عنهم يعني المعلومة إذن لا فيش احتهية عنها دور كبير فعلا والصورة اللي نخدموا بها لا فيش يعني تكون أيضا هي مهمة فعلا ونظن كل هذا يدل على إدارة فنية مهمة ويدل أيضا على اجتهاد للبورسالي اللي رحتي كما قلنا قبل قليل لمجالات إبداعية مختلفة إلى تقديم البرامج في رمضان أيضا شفناك ممثلة وشفناك أيضا في عالم الإشهارات التلفزيونية في واحد من أجمل الإشهارات مع المخرج ياسين محفوظ أحكيلي على هذه الخطوات ياسين كنت نعرفه ولكن تعرفت عليه أكثر يعني بعض الأيام قبل قبل الابوب واقترح عليها هذا الابوب يعني نعمل ما نعملها يعني الإشهارات عمري ما عمت إشهار وقالي لا 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 هذا الإشهار لازم يكون هذا ليك ما يكون غليك شخصو كنت عملت تمثيل يعني كنت ديجا في عاشور العاشر قالي لا لا انت هي هي الملكة انت هي هي وطورنا يعني نهار كامل وياسين إنسان طيب طيب جدا ونشكره بزاف ولي خلاني وعطاني هذا الفرصة باش نعمل هذا الإشهار وقدمك بصورة جميلة جدا بصورة جميلة جدا أجمل من الحقيقة ما بالعكس لأكيد أنه أنت جميلة في الحقيقة وجميلة في الأعمال الفنية وبالحديث عن الأعمال الفنية نقدرش نستقبلوك وما نحكيوش على المشاريع الجديدة على الأعمال الفنية اللي راي جاي كنت ذكرت في أول الحساب اللي يعني كل السنة رايحين نتكلموا على عالم الأطيار وصوت الأطيار رايح يكون فيه أيضا أعمال فنية اللي عندها علاقة بهذا الموضوع طوال السنة كما قلت في الحوزي وفي الأغنية الشعبية وحتى الأغاني يعني ربما شوية عصرية حتى الأغاني من من تراث الوهراني حتى يعني ربما هذه الألوان الموسيقية القديمة الجزائرية اللي رايحين نجلبها إلى الموسيقى الأندلوسية ويكون فيه ربما أعمال مشتركة مع فنانين آخرين ربما وفيه أيضا عمل أيضا صوفي دائما في شهر رمضان إن شاء الله إلى ربي وفقنا فيه يعني عدة أعمال متعلقة بصوت الأطيار والأكيد راح نتلاقى في اليدعاء الوطنيا ونحكي وعلى كل هذا المشاريع الجميلة لأكيد أنه تلاقينها في الكثير من البرامج تلفزيونية لكن في الإذاعة الوقت مر بسرعة شكرا جزيلا ليلة ورسالي على حضرك معنا على كل هذا الحصريات والأخبار شكرا أكيد أن هذا العمل والإجتهاد للمسوا ثمار ونلمسوه من خلال نجاحكم مع بعض شكرا جزيلا ليلة برسالي وإن شاء الله نتلاقوا في فرص أخرى شكرا لكل أوفيا برنامج اسأل نجمك شكرا لصناع هذا العدد وموقعه كما المواقع إسلام وعبد الحق مخفيف الإخراج وشكرا لكم تما أوفيا الإذاعة الجزارية إلى لقاء جديد